كتير كده احنا كلنا بنتكلم وبنفكر بنقول ان احنا كنا في ازمات والازمات دي مش بس موجودة في مصر الازمات الاقتصادية اصبحت موجودة في العالم بشكل كبير وبنتابع كل الدول اللي موجودة ومشاكلها الاقتصادية وده واضح جدا من كل الازمات اللي طرأت الحقيقة في السنوات الماضية من ازمة صحية زي كورونا الى ازمة ايضا الحرب الاوكرانية الروسية والى ما يحدث في قطاع غزة مصر طبعا يعني اذا كنا في ازمات ولكن كلكم متابعين والحقيقة منذ الاسبوع الماضي واحنا متابعين ببداية لحل الازمات باذن الله واذا كان في ازمة ولكن الاجمل ان احنا يكون عندنا الحلول وده بيأكد لك وبيطمنك بيطمننا جميعا بان عندنا قيادات الحقيقة تفكر وتتريث وايضا تفكر بشكل كبير مش فقط لحل الازمة الحالية ولكن مستقبل مصر ممكن يكون عامل ازاي الاستثمار اللي احنا تبعناه واللي احنا بنتابعه بنتابع يعني ما يحدث على الارض والحكومة الحقيقة ومجلس الوزراء بيقدموا كل يوم بيان وما يجري بشكل كبير كلنا متابعين مثلا كنا نتحدث عن ازمة الدولار اذا كان هذا الكلام من اسبوع او عشر ايام انتم متابعين دلوقتي السوق الموازي او السوق السوداء زي ما بنقول زي ما حضرتكم متابعين متابعين انفخاض انخفاض الدولار بشكل كبير عن ما كان موجود وده بيأكد لك اكيد بيأكد لك ان ده ما كانش السعر الطبيعي كان فيه طبعا يعني اللي هي فكرة انه حد يعني بيجري على الفرص وبيزود الازمة ازمات لكن لمجرد الاعلان عن دخول مصر في شراكة واستثمار مع كيانات كبرى بدأ السعر الموازي ايضا في النزول لانهم عارفين كويس قوي انه الدنيا حتتغير بشكل كبير وده بيبقى فيه مزيد من الاطمئنان ناس كتير بتقعد تقول طيب السيادة المصرية لا السيادة المصرية باقية ولن يحرك فيها احد اي شيء تبقى مصر بسيادتها زي ما احنا عارفين الدفاع وموجودة ولكن فكرة اني استثمر مع كيانات كبرى ده موجود في العالم كله موجود في العالم كله العالم الاوروبي والامريكي والعربي موجود الاستثمارات بشكل كبير وكمان اللي بيطمئنا كمان انه الحكومة كانت مهتمية جدا انه هذه الصفقات او هذه الصفقة الكبرى الاستثمار ان تكون شراكة شراكة يعني ايه يعني انا شريك انا شريك معاك في هذا المشروع وهنا الشريك بيطمنك لانه هيبقى عندك عمالة مصرية لانه هيبقى عندك شركاتك المصرية موجودة على الارض وبتشتغل واول ما هتدب الحركة والدنيا هتشتغل حتى انتم هتتبعوا بنفسكم كل الحركة هتبقى عاملة ازاي والمشروع هيبقى ماشي ازاي وحتبقى مطمئن جدا وسعيد بان دولتك بتشارك فيه يعني صفقات كبيرة واستثمارات كبيرة من شأنها باذن الله انها تنقل الاقتصاد المصري الى خطوات كلنا نحلم بيها وهو ده اللي يليق بمصر طيب